اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى عم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيرة معناها في اللغة هيئة السير وطريقته وتطلق على ما كان عليه الشيء واستمر عليه ومن ذلك قول الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال أخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى سيرتها الأولى هي ما سبق أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى فعادت إلى سيرتها الأولى وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المصطلح العلم الذي يبحث فيه عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وتبليغه لرسالات ربه وكل ما يتعلق بشأنه صلى الله عليه وسلم وهذا العلم من علوم هذه الأمة التي تميزت بها واختصت بها وهو شامل لجانبيني للجانب الخبري لأنه يدخل في نطاق التاريخ وسرد الأخبار وذكرها وإلى الجانب الثاني وهو الجانب التشريعي لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولذلك فإن كثيرا من التواريخ ميتة لأنها خبر عن أمر قد مضى والسيرة النبوية حية أبدا لأنها تتحدث عن اسوة وقدوة صالحة لكل زمان ومكان وتتحدث عن ما ارتضاه الله من النماذج وما أبرزه لعباده فلذلك كانت السيرة خالدة باقية هذه السيرة نبحث في هذه الحلقة عن منزلتها في التشريع وهل تأخذ منها الأحكام وعن مدى مصداقيتها وذاقة نقلها فأقول أن أوثق مصدر لدى المسلمين ولدى البشرية كلها هو كتاب الله المنزل والمعصوم الذي تولى الله وحفظه بنفسه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهو القرآن الكريم وبعد ذلك السنة النبوية التي قيض الله لها نقادها كما قال العراقي ورحمه الله فقيض الله لها نقادها فبيّنوا بنقدهم فسادها هذه الموضوع وهذه السنة النبوية لم تحظى سنة نبي من الأنبياء بما حضيت به هذه السنة من ناحية النقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه خطر الكذب مطلقا وخطر الكذب عليه هو بالخصوص وقال إن كذبا علي ليس كذب على أحد فمن يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وقال من يقول علي ما لم أقل فليليجي النار وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فلم يكونوا يكذبون عليه ولا يستحلون ذلك ثم عودوا التابعين على ذلك وأرواهم الإسوة والقدوة الصالحة في تحر الصدق والنقل الدقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل ما يتصل به ودأب الناس على ذلك ولما مات الصحابة المعدلون بتعديل الله ومات التابعون الذين نقلوا عنهم احتاجت الأمة إلى بحث في الرجال فقالوا سموا لنا رجالكم من كان مقبولا قبل الله ومن كان مردودا رددناه وحينئذ احتاج إلى البحث في جهة الورود والتدقيق في ذلك فكانت السنة النبوية من هذا الوجه محل البحث في الإسناد وفي النقل وفي التواريخ وفي ذوبة الاتصال وفي العدالة والضبط وحتى شمل هذا النقد ما يتعلق بالمتهون وما يمكن أن يقع فيها من الشذوذ والتعليل وما يمكن أن يقع فيها من الرواية بالمعنى والاختصار وغير ذلك فكانت السنة إذن في المقام الثاني في المصداقية والوثاقة بعد النص القرآني المقدس المنزل جاءت السيرة النبوية في المقام الثالث فالسيرة النبوية هي أحداث حصلت في العهد النبوي بعضها أشير إليه في القرآن وبعضها أشير إليه في الأحادي الصحيحة ولكن سردها على شكل سناريو مستمر هو الذي أتى به هؤلاء المتخصصون في السيرة من العلماء اشتهر منهم من الصحابة عبد الله بن عمر وكان مهتما بالسيرة النبوية ويذكر الأحداث وأماكنها وأزمنتها وكان يحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بين هاتين الشجرتين ويريهم الشجرتين وأنه بنيت له خيمته في هذا المكان وأوقيت ناره في هذا المكان ويبحث برجله فيخرج لهم مكان إقادية النار وأنه نزل على هذا المكان من هذه الصخرة وأنه صلى في هذا المكان فاجتهد ابن عمر في هذا الباب ثم جاء من التابعين الإمام عروة بن الزبير ابن الحواري أبوه الزبير من العوام حواري ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه أسماء ابنته أبي بكرين صديق فكان أشهر التابعين في العناية بالسيرة النبوية وسرد أحداثها وتسلسلها ثم جاء بعد ذلك أئمة وأتباع التابعين الذين اشتهروا في هذا الباب ومنهم محمد بن إسحاق بن يسار ومنهم الواقدي ومنهم بعد ذلك محمد بن سعد صاحب الطبقات هؤلاء الثلاث اشتهروا بأنهم أئمة الصيرة في ذلك الزمان وقد نقلوها وألفوا فيها ووصلت إلينا بعض مؤلفاتهم فوصل إلينا كتاب السيرة لابن إسحاق وكذلك كتاب فتوح البلدان للواقدي وكذلك كتاب الطبقات لمحمد بن سعد وقد اجتهدوا في نقل الأحداث على ما يصل إليهم ولم يشترطوا ما شرطه المحدثون من العدالة والضبط واتصال الإسناد وعدم التعليل والشذوذ وإنما كانوا ينقلون ما تعلق بالقصة فإذا ذكروا قصة الهجرة ذكروا فيها ما وصل إليهم من الأخبار سواء منه ما كان مثبتا في القرآن وما كان ثابتا في الصنة الصحيحة وما كان بالنقل المتصلي وما كان بالنقل المنقطع وما كان روايات يتناقلها الناس دون تنحص ولا تدقيق فتجمع السيرة كل ذلك ولهذا قال العراقي ورحمه الله ولأعلم الناظر وأن السيرة تجمع ما صح وما قد نكر فهي تجمع ذلك كله وهذه السيرة عند المسلمين هي في مقام الكتاب المقدس عند الأمم الأخرى فالكتب التي تقدسها الأمم الأخرى ليس فيها شيء فيه كلام الله يقول الله فيه فعله أو تركه أو يخاطب فيه النبي بكلام مثل قوله النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى أو قوله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه أبدا وكذلك ليست بمنزلة السنة التي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ويخبر عن نفسه وتروى بالأساند الصحيحة إليه لكنها سرد لقصص غير ممحصة وأيضا فإن هذه الأمة تختص بالإسناد والأمم السابقة ليس فيها ذلك فلذلك كانت السيرة ما صح منها فهو أهل لأن تأخذ منه الأحكام وأهل لهذه المصداقية العالية وقد اجتهد العلماء في مختلف العصور ببيان ذلك ولهذا نقى كثير من العلماء بعض كتب السابقين فابنه شامل اللخمي لأندلسي نقى سيرة ابن إسحاق واختار منها السيرة التي هي ملخص ومنتقى من سيرة ابن إسحاق وقد شرحها الإمام السهيلي بالروض العنف وكذلك عدد من الذين اختاروا كالإمام بن سيد الناس يعمري وكتابه هو عيون الأثر في معرفة السير وكذلك الإمام القسطلاني شارح صحيح المخاري الذي ألف المواهب اللدنية في السيرة النبوية واختارها اختيارا وشرحه محمد بن عبد الباقي زرقاني شرحا كبيرا هو من أكبر المسوعات في السيرة النبوية تمام مجلدات الآن والطباعة القديمة وكذلك ابن كثير فقد اختصر السيرة النبوية في مختصر وكذلك ابن عبد البر الأمدلسي وكذلك الديمياطي كل هؤلاء اختصروا واختاروا اختصارا معينا وبهذا تكون السيرة صالحة الاستدلال في هذه الأحداث وصالحة الاستئناس في الأحداث الأخرى التي يأخذ منها السرد فقط فهي ما بين استدلال واستئناس فما صح منها وكان له أصل في القرآن وصحيح السنة يصلح للاستدلال وما كان منها دون ذلك يصلح للاستئناس وهذا حال بعض الحديث فإن بعض المؤلفين في الحديث لم يشتريطوا الصحة وقد قال الأراقي ورحمه الله في ألفية الحديث كان أبو ذاود أقوى ما وجد يرويه والصحيح حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي نقوى قاله ابن منده فأبو ذاود ألف كتابه فجعل فيه أربعة آلاف من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها بالأحكام وأرسله إلى أهل مكة فما كان من صحيح ابتدأ به وما كان دون ذلك يذكره إذا لم يجد في الباب غيره هكذا إذن نكون قد عرفنا منزلة السيرة النبوية في الاستدلال وفي الحجية في هذه الأمة ما هو الكلمة الآن لفضيلة شيخنا الشيخ علي أحسنت وبارك الله فيكم السيرة النبوية المشرفة لا شك هي الأحوال والأحداث التي وقعت وتتعلق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال فضيلة الشيخ الحبيب وبتالي هذه الأحداث في غالبها هي أفعال وبتالي تدخل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا صحت نسبة هذه السيرة من حيث الجانب الحديثي أو حتى وصل إلى مرحلة الحسن أو ما يمكن أن ينهض حجة فهذه بلا شك هذه السيرة يستنبط منها الأحكام ولكن حتى السيرة التي يمكن أن تستنبط منها الأحكام فهي حسب فقه الميزان خاضعة لميزان السياسة الشرعية معظم قضايا السيرة هي داخل في ميزان السياسة الشرعية والسياسة الحرب وميزان السياسة الشرعية وكذلك ميزان الحرب لا شك أنهما يختلفان عن الموازين عن ميزان الدعوة عن ميزان التبليغ عن ميزان القضاء عن موازين أخرى فمن هنا حقيقة يجب حينما نقرأ السيرة النبوية المشرفة أو حينما ندرس أو حينما نستنبط نكون في دقة متناهية في تحقيق هذا الميزان والتوازن بأن هذه الأفعال ليست بالضرورة لها صفة العموم حتى لو صح سندها وثبتت هذه السيرة أو هذه الحادثة لا يمكن أننا نجعلها أمرا عاما يعني مثلا في قضايا يعني ما حدث بيء في حرب في الحروب التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم سأن كان في بدر سأن كان في أحد سأن كان في غزوة الأحزاب هذه الغزوات كلها ما يتعلق بهذا الجانب الصحيح أو الحسن يمكن أن يطبق عليه الميزان نفسه يعني ميزان مثلا في قضية هذه الأحداث هناك كما يسأل الحرب خدعة مثلا هذه ميزان الحرب وبتالي هذه الخدعة ليست لا تطبق ولا تجعل حكما عاما في علاقات الإنسان أو علاقات المسلمين بغيرهم وإنما في حالة الحرب يمكن أن تستعمل الخدع التي لا تصل إلى مرحلة الخيانة والخدعة هي غير الخيانة هي استعمال الوسائل الذكية فلذلك هذه المسألة مهمة جدا كثير من الناس يختلط عليهم الأمر بحيث مثلا مثلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد قام بفعل ما بالسبب مثلا أو مثلا بقتل بعض الأسرى إن صح التعبير فهذه الحالات لها موازينها الخاصة يعني مثلا في قضية ما يتعلق بالسبب هذا خاص برد الفعل لما كان عليه وبالتالي لا تأخذ حكما عاما ولذلك القرآن الكريم لم يذكر هذه المسألة في آخر السور في سورة محمد فقال صلى الله عليه وسلم فإما منا بعده وإما فداءه لم يقل استرقاقا ولا قتلا أما القتل فهو ممكن أن يطبق بقانون آخره ما يسمى بجرائم الحرب وما أشبه ذلك من كان له ضرر كبير جدا أنا أعتقد لا بد حينما ندرس السيرة من حيث أنا لست مع أنه لا ندقق في قضية السيرة لأنه في الأخير تنسب إلى رسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الشيء ليس صحيحا فكيف نسيده نقول فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني إذا كان هناك ضعف ممكن ضعف لكن ليس الضعف الكبير كما يقول الحافظ المنذري وغيرهم فإذا كان هناك يعني ضعف بسيط جدا يمكن أن يستأنس به ولكن لا يجوز أن تسند السيرة إذا كانت ضعيفة ضعفا أو لم تكن ثابتة أن تسند إلى رسول صلى الله عليه وسلم وكذلك يجب على السيرة أن نطبق عليه هذه الموازين حتى تتضح الصورة ونستطيع أن نستفيد من هذه السيرة المباركة بارك الله فيك صدر الشيخ علي بارك الله فيك بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله السيرة النبوية كما قال الشيخ الكتاب القدامى صاحب الطبقات وغيرهم اللي كتبوا بطريقة لتكلم عليها الشيخ في الفترات الأخيرة الأزمنة الأخيرة كان في محاولة للإجتهادات فمثلا السيرة النبوية في جزء منها جاء في القرآن الكريم مثلا الغزوات الخالدة مثل غزوة بدر مثل غزوة أحد غزوة تبوك مثل غزوة فهذه جاءت في القرآن فلما تأتي الكتب التفسير في هذه الغزوات تجد المفسر ينظر إليها غير كاتب السيرة وفي أشياء جاءت في كتب السنة المفسر لا ينظر كشرح السير مثلا ابن حجر والنووي في الأحداث اللي لها علاقة بالسير يستنبط أشياء من الأحكام لا يستطيعوا على المفسر الغالب بالتالي أيضا فيما يتعلق بالفقهاء المدرسة المالكية والشافعية فلهم استنبطات جميلة بالسيرة النبوية نفسها أيضا الشعراء والأدباء اللي تكلم عن سيدنا حسان والله كعب ابن مالك فبالتالي في مراجع متعددة منها التفسير منها الشراح السنن منها كتب السنن منها كتب الفقهاء وكل مختص مجالة يبدأ في النظرة للسيرة النبوية التدقيق من حيث الصحة وعدمة جاءت مدرسة الحديثة قادها الدكتور أكرم ذيال عمري من حيث التصحيح والسيرة النبوية الصحيحة وبدل جهد استمر حوالي ربع قرن وقدم يعني قواعد وأصول في كيفية التعامل مع السيرة النبوية فهنا التشديد يكون في مسائل العقائد وفي مسائل الأحكام وفي مسائل الصحابة من حيث الدقة ويكون في تساهل في قضايا الوصف العام في الغزوات فيما يتعلق بعدد السلاح وعدد الخيل وهذه الأشياء يتساهل فيها أما القضايا المتعلقة بالعقائد والأحكام يكون فيها نوع من التدقيق أو بالأصح مدرسة أهل الحديث في الحكم على الرواية فيما يتعلق بالكتب السماوية فيها أنا اطلعت على رسالة مجلس سير أظن عملت مقارنة لأخت مصرية دكتورة مصرية من منهج طبعا القرآن الكريم لا يقارن في كيفية التواتر والوصول إلى هذه الأمة وحفظ الله له إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له لحافظون الكتب السنة كمدرسة في الجرح والتعديل والتدقيق فاتت وفاقت كتب المقدسة كثيرا جدا لا يوجد مقارنة لأنهم حتى عندهم في مدارسهم عندهم اضطراب تاريخي اضطراب في مسائل العقائدية من حيث حتى الزمن من حيث المكان في متى في مراجعهم في العهد القديم والعهد الحديث فالقرآن الكريم طبعا بحكم الحفظ والصنة النبوية في مقاييسها وقواعدها ومنهجيتها لا توجد عند أي أمة أخرى في الحفاظ على تراث نبيها وبرك الله فيك بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم تتميما لهذه المداخلات الطيبة والموضوع الذي طرحه شيخنا لا بد من خضوع السيرة النبوية لمعيارين لمعيار أهل الحديث ولمعيار أهل الأصول من ناحية الدلالة من ناحية الحديثية للمعايير الخمسة التي وضعها المحدثون وهي ميزان للحديث الشريف أن ينقل بنقل الثقة العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة فإذا كانت كذلك فهي من جملة ما يستدل بها كما تفضل بذلك شيخنا فإن خف الضبط فهي الحسن لأن الاستدلال بالحديث الشريف ينقسم بالنسبة لتقسيم الأحاديث يمكن أن نقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول هو ما لا شك في الاستدلال به الثاني ما الخلاف فيه ضعيف بالنسبة لتعليله تعليله فهذا يستدل به كثيرا أما الثالث وهو ما الخلاف فيه شديد في صحته وفي تعليله فهذا لا يستدل به ويثار من خلاله مسائل خلافية والمفترض أنه نرى أن له لا يستدل بما اشتد الخلاف حوله سواء من السيرة أو من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثاني هو المعيار الأصولي حيث أفعال النبي عليه الصلاة والسيرة هي تطبيقات وأفعال فالسيرة النبوية لها معيار أصولي ومن أشهر المسائل المعاصرة التي استدل بها الفقهاء والمعاصرون بالسيرة النبوية مسألة إسلام الزوجة تحت زوجها واستدلوا بوقاع كثيرة وكان لها الأثر في المجامع الفقهية بارك الله فيك الشيخ نور الدين شكرا لكم جميعا أتكلم في نقطة واحدة تتعلق بالقرآن والسنة والسيرة هذه ثلاث كلمات هي مرجعية الإسلام في العقيدة والشريعة والأخلاق القرآن هو كلام الله عز وجل والمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المبدوء بصورة الفاتح المختوب بصورة الناس والسنة ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال والتقررات والسيرة هي مجموع حياته بأحداثها وأفعالها وغير ذلك الجامع المشترك بين هذه الكلمات الثلاث الحفظ حفظ القرآن كما وعد الله بحفظه نصا صريحا إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون أما حفظ السنة وحفظ السيرة فهو من لوازم حفظ القرآن الكريم بمعنى أن حفظ القرآن يحصل بحفظ السنة وبحفظ السيرة السيرة مما له أصل في القرآن أو أصل في السنة بالنسبة إلى السيرة ما هو الحفظ الذي هو حظ كل إنسان مسلم بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم حظه في الحفظ هو أن يحفظ القرآن بمعنى أن يستظهره في القراءة وأن يفهمه وأن يعمل به وأن يبلغه لأن الحفظ كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون أي نحن حفظنا هذا القرآن في كلماته وفي معانيه وأحكامه ومجموع ما يحتوي عليه القرآن الكريم وجزء من هذا الحفظ هو الاستظهار كما هو عليه الحفظ والمؤدبون والطلاب العلم وحفظ السنة حفظها بمعنى أيضا استظهارها وكذلك بمعنى فهمها والعمل بها وتبليغها والأمر نفسه بالنسبة إلى السيرة أختم وأقول كل عائلة مسلمة في العالم كله منذ عصر النبوة إلى الآن لها أن تمتلك بصحفا وكتاب سيرة وكتاب سنة وأن تقيم مجلسا في ذلك يتعلمون منه ويحفظون به هذا القرآن المجيد وهذه السنة المطهرة وهذه السيرة الحسنة والله وليو التوبية بارك الله فيك بزاك الله خير بالنسبة للسيرة عرفنا أنها يمكن أن يؤخذ منها كثير من الأمور التطبيقية والأمور العملية في حياة الناس وبالأخص ما يتعلق بالسياسة والاجتماع والديبلوماسية وإعلان الحرب والسلم وغير ذلك من التطبيقات الأخلاقية التي كانت في السيرة النبوية لا يمكن أن نطبق عليها تماما ميزان أهل الحديث في كل جزئياتها لأن كثيرا منها غير مرويين عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو شعر قيل في مجلسه أو في مدحه أو تخليد لقصة من هذه القصص ولذلك السيرة النبوية الشريفة فيها قيم وأخلاق وبعضها متواتر تواترا معنويا كشجاعة علي وعكاشة بن محصن وزبير بن العوام وعبادة بن الصامت وخارج بن الوليد هذه ليس فيها حديث نرويها بأساند ولكنها متواترة تواترا معنويا وكثير من أحداث السيرة كذلك كان بهذه الدرجة تواتر تواترا معنويا فأصبح حجة وكثير من التطبيقات العملية يستشكل الناس اليوم فيقولون هذه وإن كثر قائلها لكنها فيها إشكال من ناحية التطبيق الواقع مثل قضية السبي وغيره لكن الجواب أن هذه أمور حصلت وتواترت وانتقلت ولم تقتصب على أحداث السيرة بل فعلها الخلفاء الراشدون المهديون واستمرت الأمة على ذلك لذلك تكون حجة في بابها وما كان من المتواتر المعنوية كونوا حجة في بابه والله يوفقكم أجمعين ويحفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لنمحو همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنصد تفوز بالهدى والرشادي تعالى لسيرات خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي اشتركوا في القناة